في البدء كانت مأرب ماء والنازحينة وملجأ الهاربين من خطر الحرب مئات الآلاف من المدنيين اتسعت لهم المدينة على صغرها لكنهم باتوا يعيشون تحت خطر آخر غير الحرب وواقع ربما لم يكن في الحسبان مواد غذائية منتهية بل ومضى على انتهائها سنوات ومياه معبأة غير صالحة للشرب مأرب التي اصبحت سوقا كبيرة تغص بالمنتجات الاستهلاكية ودخلت في سباق الربح ما افقد الكثير من المواد شروط الجهدة او تلفت نتيجة سوء التخزين ما تقوله الصورة هنا يكشف عن اغذية باتت تشكل سموما قاتلة لانتهاء صلاحيتها لكن ما هو اسوأ من ذلك هو طبع تواريخ مزورة كهذه العلبة التي انتهت في عام 2014 فيما وضع عليها تاريخ انتهاء لعام 2019 اي الى ما بعد خمس سنوات من انتهائها عينة اخرى تجرى محاولات حقنها بابر لاطالة عمرها ضربه بابر حافوه لطول مده وهذا لدى صالح الاستخدام ارتفاع نسبة السكان كان سببا في اتساع السوق التجارية واقبال الباحثين عن فرصة للرزق غير انها فتحت بابا لارباب الفساد والغش التجاري في مأرب ايضا مياه راكدة لم تعد صالحة للاستخدام الادمي لكنها تباع هنا في محطات تعبئة المياه وجدنا المصانع انه لا تسر خاطر ولا ترضي ضمير ولكن باذن الله بوجود المدر المختصين انه مثل هذه ستغلق لحتى يصلحوا النواقص الذي عليهم لان هذه المياه غير صالحة للشرب بما شاهدناه برم عيننا ورغم اللجان الرقابية على مصانع تحلية المياه والتي احالت الكثير من هذه المحطات والمنشآت الصناعية الى النيابة العامة نظرا لمخالفتها الشروط الصحية والبيئية وسلامة المستهلة غير ان مدينة صغيرة كمأرب بكوادرها الفنية والاشرافية لم تستطع مجابهة الاتساع الديمغرافي الهائل للمدينة لكن هذا لا يعفي سلطة مأرب من تفعيل دورها الرقابي والمحاسبي على المنتجات التي تدخل السوق او تلك التي تنتج فيها كمياه الشرب المحبئة لا يجد هناك رقابة ولا متابعة ولا تبيين للمحطات هذه شكاوى المواطنين من المياه المنتهية ومخاطرها الصحية ناهيك عن الاسعار التي ارتفعت لاكثر من اربعة اضعاف سعرها الرسمي باتت اصوات قوية تطالب سلطة المحلية القيام بدورها لايقاف هذا الفساد وانهاء مخاطره على السكان والصحة العامة